محفظة لكل يتيم شعار رفعته جمعية البشائر قصد ادخال الفرحة في قلوب ايتام قد حرموا من فرحة الدخول المدرسي وذلك بتحويل عائدات الدورة الكروية المقامة ببلدية سيدو نعمان شرق ولاية المدية لشراء محافظ لهم عائدات هذه الدورة اشترانها محافظ وأدوات مدرسية للمعوزين خاصة بالظرف الذي تمر به البلاد مرض كوفيد الناس عندها سبع شهور ثمان شهور بدون عمل لهذه ارتأت الجمعية وعضاء الجمعية لتنظيم دورة مثل هذه وكانت تربوية تحسيسية كانت وفود مشاركة تقريبا من كل الوطن الجزائري العديد من الوجوه الاعلامية شاركت في هذه التظاهرة الرياضية والتي ترمي إلى تخفيف العبء المالي على الامهات الارامل خاصة محدودات الدخل الحضور يعني من العاصمة لأن الغاية تاعة هذه الدورة ما يشتع كورت خدم ولا باش نلعبو لا احنا جئنا لأن المغزة تحاول هدف تحنابيل ومساعدة الايتام والارامل وما مشكورين على هاد وانتمنى ان شاء الله تعم هاد تظاهرات الأمر لما نتحدث عليه تقشعر له الأبدان لماذا؟ خاصة في هاد الظروف الصعبة اللي رأي تمر بها البلاد وظاهر الوباء هذا اللي أثر على بعض العدد كبير جدا من العائلات في هذا الظرف وين يبانوا أبناء الجزائر الحقيقيين احنا وش نقولك احنا نتشرف باش نشارك في هاي دورات كما هذي لأن الهدف تحادي تبقى نبيل ورسالة نبيلة ومدام يكون الهدف نبيل معلنا غير للبي والدعوة مبادرة كروية خيرية ترفع روح المثابرة وتشجع الأطفال الايتام على الدراسة لضمان مستقبلهم وترفع معنوياتهم لتحقيق المزيد من النجاحات في مشوارهم الدراسي